أستاذ مخلد هناك رسالة مهمة سلمتها السفيرة الأمريكية لوزارة الخارجية العراقية بتسريبات حول مضمون هذه الرسالة تقول من أن أي انسحاب أمريكي يترتب عليه تبعات مادية واقتصادية هل هذا يعني أنه تهديد مبطن من أن العراق ربما سيدفع ثمناً باهظاً نظير طلبه خروج القوات الأمريكية يعني إذا ما صحت هذه التسريبات يعني بالفعل نحن عندما خرجنا في عام عندما خرجت القوات الأمريكية في عام 2011 تعرض العراق إلى يعني عملية انتهاك بالعناصر داعش في عام 2014 وتعرضنا إلى هزة كبيرة في العراق فإذا ما حصل هذا الموضوع وكان هذا التهديد هو المبطن هو واقعي فأنهم سوف يذهبون باتجاه أن يتعرض العراق ليس إلى عمل إرهابي كداعش أو حركات متطرفة ممكن أن يتعرض العراق إلى هزة ارتدادية اقتصادية لأننا لا نزال تحت حماية البنك الفيدرالي الأمريكي في جميع المجالات لذلك نرى أن الكثير من التصريحات تقول أننا ملتزمون باتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعت عام 2008 في بنودها وهي اتفاقية الساف التي في جزء منها استراتيجي وفي جزء منها أمني حتى في بيان الحكومة اليوم قال أننا ملتزمون بإدامة بنود هذه الاتفاقية والعلاقات اليوم التي يجب أن تكون مع التحالف هي علاقات ثنائية أي بما معنى أنها ستبنى علاقات ثنائية ما بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي في مجال الأمن والأمن المعلومات وكذلك في باقي المجالات وكذلك موضوع التسليح اللجان التي شكلت هي اللجان أولا للتقييم تقييم واقع الإرهاب الموجودة على الأرض تقييم واقع جهوزية القوات الأمنية على الأرض ومن ثم يصار إلى صياغة جدولة قوات التحالف لكن أنا أرى من خلال المعطيات أن الصياغة للخروج هي خروج قوات التحالف لكن هناك اتفاقية ثنائية سوف تعقد أمنية ما بين العراق وما بين الولايات المتحدة وبموجبها سيكون هناك بقاء إلى مستشارين أمريكان مستشارين في جميع المجالات ضمن أماكن محددة البنتاجون علق حول اللجنة العسكرية العليا المشتركة بين العراق وواشنطن لأنها تسعى للمضيف اتفاق أمني ثنائي ودائم ولم يتضمن ذلك أي انسحاب ويذكرنا بما كان يسمى سابقا بعادة الانتشار للقطاعات وهل هذا يعني أنه مجرد تلاعب بالألفاظ أي بمعنى خروج من الباب والدخول من الشباك يعني هذا ما أوضحت إليه وما تطرقت إليه هذا ما حصل في عام 2019 إلى عام 2021 في جولات الحوار تغيرت المسميات من قوات قتالية إلى قوات استشارية ويعني الأمور سارت بهذا الموضوع اليوم أيضا يعني لم نسمع من الجانب الأمريكي أي تصريح يخص الانسحاب وإنما هو يعني إعادة تموضع آخر إعادة انتشار آخر بمسميات أخرى وأؤكد أن بيان لحركة النجباء وضح به هذه الأمور وقال نحن لا نكترث بالبيانات الحكومية العراقية والأمريكية إلا أن نرى انسحاب حقيقي وواقعي على الأرض وإلا لا نترك عملية استهداف القوات الأمريكية اشتركوا في القناة